بيبدأ فيلم النهاردة في زمن في المستقبل وكان اهم حاجة في الوقت ده عند الناس هم الوقود والماء وبسببهم الناس كلها تحولت لهمج وده غير طبعا التربة اللي بقت حمضية بسبب قلة الميا وبسبب كده الناس عظامها تسممت وعايشين بالعافية وبنشوف جماعة اسمهم المطهرين وكانوا بيطردوا بطل فيلمنا النهاردة ماكس وقدروا يفجروا العربية بتاعته وربطوه جرجروا وراهم علشان يوصلوا بيه للألعاب بتاعتهم وبعديها مسكوه كتبوا بياناته وفصيلة دمه على ظهره واللي كان يقدر انه يتبرع لأي شخص مهما كانت فصيلة دمه مختلفة بس اول ما قرروا يحطوا العلامة الخاصة بيهم على ظهره ماكس زقوهم كلهم وقدر يهرب منهم بس المشكلة الناس دي كان عددهم كبير جدا وفضلوا يطردوه لوقت طويل وبسبب ان ماكس كان دايما بيجيله تهيئات من اشخاص ماتوا زمان وكانوا اول ما بيظهروا له بيلوموا انه ما قدرش ينكزهم وانه هو السبب في موتهم بس بيكمل ماكس هروبه لعد ما بيوصل لاخر الممر اللي كان فيه بس اتضح انه على مسافة عالية جدا فنط بسرعة مسك في الخطاف اللي قدامه بس في النهاية جماعة المطهرين اتمكنوا منه وقدروا يرجعوا معاهم مرة تانية بعدها بيروح للزعيم بتاع جماعة المطهرين واللي كان شخص غريب جدا ومختلف عن باقي الناس كلها وكانوا جماعته بيطلقوا عليه الخالد جو واللي كان بيعتبروه شخص عظيم جدا وده لانه الوحيد اللي بيمدهم بالمية اللي بيعيشوا بيها وبيتكلم الزعيم مع شعبه وبيعرفهم انه هيبعت الشحنة الحربية علشان يحصلوا على الغاز والزخيرة والمجموعة اللي كانت رايحة كانت تحت قيادة مساعدة القائد واللي كان اسمها فيوريوزا وكان معاهم شوية من رجالته علشان يرفقوها في رحلتها وبيقول لهم جو انه هو منكزهم وهو اللي هيخرجهم من الفقر اللي هم فيه ده وساعتها بيقرب شعبه منه وبيفتح لهم خزانات المية علشان يشربوا ويروقوا على حالهم في الوقت ده بتتحرك فيوريوزا هي والرجال اللي معاها بس بعد ما بيتحركوا بشوية فيوريوزا بتغير اتجاهها فجأة على الرغم ان هي المفروض كانت تروح لبلد الغاز الاول ولما سألها واحد من الجنود اللي معاها عرفته ان هي هتروح ناحية الشرق فأمر كل العربيات اللي معاه انهم يتجمعوا علشان يغيروا اتجاههم في الوقت ده كان اخو الزعيم اللي كان بيرائب القافلة بلغ جوه ان العربيات غيروا طريقهم وسألوا لو كان عنده علم بكده ساعتها الزعيم بيجري بسرعة وهو مخدود وبيروح يفتح غرفته اللي مقفولة بإحكام وبيفطل ينده على اي حد موجود جوه بس محدش بيرد عليه وبنعرف ان القوضة دي كان حبس فيها زوجاته كلهم اللي كانوا من اجمل البنات اللي موجودين في العالم في الوقت ده بس اتفاجئ برسائل كان بنهالوا على كل مكان في القوضة انهم هربوا لانهم مش عاوزين ابنائهم يطلعوا اسياد الحرب ومش عاوزين حد يتحكم فيهم ساعتها غضب الزعيم جدا واعلن حالة الطوارئ في المملكة بتاعته وامر كل الجنود اللي عنده انهم يدوروا عليهم في كل مكان ويرجعوهم كلهم من غير ولا خدش وعلى طول بتخرج كل العربيات الحربية والجنود وكان معهم ماكس اللي كانوا رابطينه في عربية من قدام وبنعرف ان اي حد تعبان من شعب جوه بينقلوله دم سليم من الناس اللي صحتها كويسة زي ماكس بالزبط وبما ان واحد منهم كان تعبان وعاوز يخرج في المهمة فاخد ماكس معاه علشان ما يتعبش في الطريق في نفس الوقت كان جماعة تانية بدأوا يهجموا على القافلة اللي فيها في ريوزة بس كانوا مغطيين عربياتهم كلها بالشوق اللي كان حجمه كبير وبدأوا يهجموا على القافلة بقوة كبيرة بس قادر شوية الجنود اللي مع في ريوزة انهم يتصدوا لكل هجماتهم وقدروا يدمروا اكتر من عربية وكانوا خلاص هيسيطروا عليهم بس بيتفاجئوا بشاحنة ضخمة جدا وكان فيها رافعة ووصلت للقافلة وبدأت تهجم عليهم بقوة كبيرة وكان من الصعب على الجنود انهم يتصدوا لها بسهولة وهنا بنعرف ان في ريوزة اخدت زوجات الزعيم كلهم علشان تهربهم وكانوا معاهم في الشاحنة بتاعتها والحرب استمرت فترة كبيرة بين الجامعتين لحد ما بيوصل باقي عربيات الزعيم جو وكرروا انهم يخلصوا على عربيات العدو الاول وبعدها يبقوا يقبضوا على في ريوزة وبعد وقت قليل قدر جيش الزعيم جو انهم يدمروا كل عربيات العدو ووصلوا اخيرا للشاحنة بتاعت في ريوزة وساعتها الجنود اللي معاها عرفوا انها كده انقلبت على الزعيم وهنا واحد منهم حاول يهاجمها بس هي قادرت تتخلص منه وكملت طريقها علشان تدخل العاصفة الكبيرة جدا اللي كانت قدامهم على امل يعني انها تهرب منهم وفي نفس الوقت الجندي اللي كان معاه ماكس على العربية امر المساعد بتاعه انه يخفف الحمل من مقدمة العربية ويرجع كيس الدم بتاعه اللي هو ماكس الورى واول ما رجعه ماكس هاجم عليه برجله وقدر يتخلص منه وزقه من فوق العربية وساعتها كانوا كلهم دخلوا جوه العاصفة واللي كانت عاصفة شديدة جدا وقدرت في ريوزا انها تتخلص من اكتر من عربية حربية تابع جوه بس بما ان كل الجنود كانت بتنفذ اوامر الزعيم جوه باستماته فقرر الجندي اللي كان معاه ماكس انه يولع في نفسه في العربية ويدخل في الشاحنة اللي فيها في ريوزا علشان يعني يبقى بطل قدام الزعيم بتاعه بس ماكس لما شافه كده قادر يمسك ايده على اخر لحظة والشاحنة دخلت فيه من ظهره ودمارت العربية بالكامل وكل واحد منهم راح في مكان تاني يوم كانت العاصفة خلاص خلصت وماكس بيفوق وكان فاقد الوعي ومضغطي بالرمال من كل مكان واول حاجة عملها شال خرطوم الدم اللي كان هيصفيه بس المشكلة انه كان مربوط بالجنزير الحديد مع الجندي ده اللي كان اسمه نوكس وحاول ماكس يفكها بكل الطرق بس ما ادرش لحد ما شاف بندقية وكان عاوز يقصر الجنزير بيها بس برضو ما اشتغلتش وبالصدفة بيشوف الشاحنة بتاعت في ريوزا واللي كان معاها الخمس زوجات بتوع الزعيم جو اللي خربوا منه وكانت الشاحنة بتاعتهم اتعطلت وما كانوش عارفين يشغلوها وبما ان ماكس ما ادرش يفك الجنزير فاخد نوكس على كتفه ورحلهم وبالصدفة شاف معاهم خرطوم مية وكانوا مروائين على حالهم على الاخر فاسبتهم بالسلاح البايز اللي معاه وامرهم يجبولو الخرطوم فواحدة وديتلو الخرطوم وفضل يشرب كتير جدا وامر واحدة تانية انها تجيب المقص الكبير ده علشان تفك الجنزير اللي مربوط فيه واول ما راحت اتفاجئوا ان عربيات الزعيم كلها في الطريق نحيتهم وهنا في ريوزا هاجمت على ماكس بقوة كبيرة بس لما جات تضربوا بالسلاح ما ضربش فهاجموا الاتنين على بعض بقوة كبيرة جدا لحد ما البنات سحبوا ماكس من الجنزير اللي مربوط فيه وفي ريوزا اخدت حديدة وفضلت تهاجمه بس هو قدر يصد كل ضرباتها وساعتها نوكس فاء اخيرا ومنع في ريوزا انها تاخد المسدس اللي كانت مخبياه وقدر نوكس انه ياخد خزنة المسدس اللي وقعت بعيد ورجحها لماكس بسرعة وقدر اخيرا انه يتمكن من في ريوزا وثبتها على الارض طبعا نوكس كان فرحان جدا لانه الوحيد اللي قدر يقبض على في ريوزا والبنات بس ماكس خليه فك الجنزير وزقه لبعيد واخد الشاحنة وانطلق في طريقه بس مفيش عشر متر يعني والعربية تعطلت تاني فرحت له في ريوزا وقالت له الشاحنة دي مش هتتحرك غير بيا فقال لا خلاص تعالي معايا انت قالت له لا مش هتحرك من غيرهم فقال لا خلاص نستنى كلنا الزعيم بتاعك فقالت له طب خلي بالك انت جرحت واحدة من زوجات الزعيم المفضلين فتخيل كده الزعيم هيعمل معاك ايه فماكس فكر شوية كده لحد ما قالت له قدامنا خمس دقايق عبال ما يوصله فقرر ان ياخدهم كلهم معاه علشان في ريوزا تسوق به الشاحنة وامرت الخمس بنات انهم يركبوا بسرعة علشان يتحركوا بس نوكس جرى وراهم بسرعة قبل ما يبعدوا وقدر يركب وراهم على الشاحنة وبما ان ماكس عرف ان في ريوزا بتخبي الاسلحة في كل مكان فخرج كمية اسلحة كتيرة جدا من اماكن كتير كانت في ريوزا مخبية فيها الاسلحة وبيلاحظ ان في جماعة تانية بدأت تظهر ودول كانوا تابع جو برضو بس جايين من اتجاه مختلف والمشكلة كمان ان الشاحنة ابتدت قوتها تقل وفي ريوزا عرفت ان خرطوم الوقود تفك من مكانه فماكس قال لها خليكي وانا هرجع اركبه بس نوكس الندل كانت سلل من الشاحنة من تحت ووصل في ريوزا وخنقها من رقابتها بس البنات قادرت تتمكن منه وتثبته بس المشكلة مع انه كان مقتنع ان جو هو الزعيم ومخلصهم وممكن يضحي بحياته علشانه عادي ولما البنات شافوه متربس كده زقوا من العربية وهي ماشية وكملوا طريقهم وساعتها ماكس دخل للعربية مرة تانية وشافوا جماعة تالتة كانت بتطريدهم برضو اسموهم رجال المزرعة وبردو كانوا تابع الزعيم جو وساعتها في ريوزا عرافت ماكس انها اتفقت مع رئيس المضيق اللي هما دخلين له ده علشان يدلهم على مكان المأمن بس هي ما كانتش متأكدة ازا كان هيساعدهم فعلا ولا لا وسألت ماكس على اسمو علشان لما تنادي عليه قالت له خلاص لما اقول يا غبي تيجي بسرعة تتولى القيادة وبعد شواء صغيرين بتوصل للمضيق وبتنزل وكان رجالة زعيم المكان وقفل لها وقالت لهم من بعيد ان التلات تلاف جالون بتقول غاز جاهزين فواحد قال لها فيه تلات مركبات حربية لسه شايفينهم هم فين بس هي ما ردتش عليه وقالت له ان هنقل الحمولة دلوقتي وساعتها بيوصل جماعة جو وواحد من رجالة المضيق بيشوفهم وفي ريوزا بتندق على ماكس بسرعة اللي على طول بياخد الشاحنة وبيجري باقصى سرعته وفي ريوزا بتتعلق في العربية وهي بتجري بس رجالة المضيق بيقدر يوقع السخور قدام جو رجالته علشان يعطلوهم وعلى طول بينطلقوا ورا الشاحنة علشان ياخدوا الوقود اللي معاهم وبيقدر جو انه يعدي بالعربية اللي معاها من فوق الصخور وبيجري وراهم هو كمان علشان يرجع زوجاته وساعتها رجالة المضيق بدأوا يحجموا على ماكس والشاحنة وراموا عليه متفجرات بكميات كتيرة بس الشاحنة كانت مصفحة والقنابل ما كانتش بتأثر فيها وكمان قادر هو وفي ريوزا انهم يخلصوا على كل رجالة المضيق وكملوا في طريقهم بسرعة بس ساعتها بيوصل الزعيم جو بالعربية وكان خلاص هيضرب في ريوزا بالنار وهنا طلعت له واحدة من زوجاته الحامل ووقفت في ظهرها علشان ما يضربهاش بالنار وهنا جو عطل نوكس مسدس علشان يقتل في ريوزا بعد ما عرفه انه ممكن يطلع على الشاحنة ويوقفها بس اول ما طلع اتزحلق من فوق فالزعيم عرف انه مفيش منه فايدة فبياخد طريق عالي وقدر يوصل قدام الشاحنة وساعتها ريكتس ضرب عجلة القيادة بحبل من معاه فعلى طول قطعوا الجنزير بالمقص اللي معاهم وفي ريوزا مسكت عجلة القيادة بمفتاح حديد وبعدوا العربية على اخر لحظة قبل ما انغارد الحامل تخبط فيها ولما جات تدخل الشاحنة تاني الباب اللي مسكت فيه اتخلع من مكانه ووقعت من الشاحنة والعربية بتاعت جو داست عليها ساعتها باقي البنات زعلوا عليها جدا وكانوا عاوزين يرجعوا لها مرة تانية بس ماكس قال لهم ان العربية داست عليها وفي ريوزا قالت لهم لازم نكمل طريقنا وبعد شوية الشاحنة بتقف تاني بسبب الوقود اللي خلص فوحدة تانية اسمها تشيدو من زوجات الزعيم قررت انها ترجع له وقالت اكيد هيسمحها بس ساعتها في ريوزا مسكت السلاح بس ضربة اتنين كانوا على طراجة نارية كانوا مقربين عليهم بعدها بيكملوا طريقهم وماكس بيسألها عن مكان الارض الخضرة اللي قالوا عليه فعرفته انهم لازم يمشوا ناحية الشرق لمدة ليلة كاملة فبيكملوا طريقهم زي ما هم لحد ما بيوصلوا الارض تينية والشاحنة غرزت منهم وما كانوش عارفين يتحركوا فنزلوا بسرعة حاولوا يطلعوها من تينة وماكس ساب قنابل كتير في الطريق وبعد شوية صغيرين قادروا يحركوا الشاحنة وعربية من عربيات الزعيم دخلت في القنابل انفجرت وبسببها وقفت كل العربيات التانية وهنا بنلاحظ ان جو أخذ انغارد معاه وامر واحد من اللي معاه انه يولدها لانها كان لسه فيها الروح واخو جو قال له خليك انت هنا بقى وانا هكمل الطريق لحد ما خلص على فيريوزا ورجعلك مرطاطك كلهم وبالفعل بيوصل لهم اخو جو بعد شوية وكان مقرب عليهم جامد بس الشاحنة غرزت تاني في الارض فعلى طول فيريوزا ضربت طلقة على العربية بتاعت اخو جو كسرت الكشاف اللي قدام عينه اتصاب بالعامة في ساعتها بس الغشيم كمل في اتجاههم برضو وكمان بدأ يضرب نار عليهم عشوائي لحد ما كان هيخلص عليهم كلهم وساعتها ظهر نقص اللي كان مستخبي في الشاحنة من بدري بس المرة دي كان بيساعدهم لانه كده تأكد انه لو رجع للزعيم مرة تانية هيقتله فبصرع رابطوا وير حديد في شجرة قدامهم وحاولوا يخرجوا الشاحنة من الغرزة اللي هي كانت فيها دي لحد ما بيقدروا فعلا يخرجوها وماكس قال لها تاخد الشاحنة وتتحرك لمسافة كيلو وهو هيحاول يعطل الجماعة اللي جايين فسألته طيب لو انت تأخرت قال لها اتحركوا من غيري وبعد شخص صغيرين بيحصل انفجار قوي جدا نحية ماكس وما فيش دقايق وبيوصل لهم وكان قدر يخلص على الجماعة كلهم واخد منهم كل الاسلحة اللي كانت معاهم وبيكملوا طريقهم لحد ما بييجي تاني يوم وساعتها بيشوفوا واحدة فوق برج كده بتستغيث باي حد معادي بس ماكس قال لها خلي بالك دفاخ وساعتها في ريوزا نزلت وقالت لها انها من جماعة فلفليني وابنة ماري جباسة ساعتها الست اللي فوق البرج عملت صوت معين وظهر مجموعة من الناس بالدرجات النارية بتاعتهم واول ما واصلوا والست التانية نزلت جارت عليها ورحابت بيها جدا لانها كانت عرفاها من زمان وكمان رحابوا بكل اللي معاها بعد ما عرفتهم في ريوزا ان هم اللي ساعدوها علشان يوصلوا لهنا وواحدة من اللي وصلوا سالتها عن والدتها فعرفتها انها ماتت وبتسألها عن الاراضي الخضرة لانها كانت مشتاقة لها جدا وعاوزت روح لها في اسرع وقت بس للأسف عرفوها انهم ماشوا منها من مدة كبيرة بعد ما الارض بتاعتها بوزت وما بقتش صالحة للزراعة ده غير الميا بتاعتها اللي تلوست وما بقتش تنفع للشرب وحاليا ما فيش اي حد منهم عايش غير المجموعة دي طبعا بتزعل في ريوزا جدا لانها فقدت وطنها واهلها من زمان ولما جات الفرصة علشان ترجع لهم مرة تانية معرفتش المهم بييجي الليل وفي ريوزا تكلمت مع ماكس وقالت له دلوقتي انا تكلمت مع الجماعة ولازم نعبر الارض الملحة والافضل اننا نسيب الشاحنة هنا ونستخدم الدراجات النارية علشان بسببها ممكن نكمل في الطريق لمدة 160 يوم وعامة في واحدة من الدراجات النارية دي مليانة بالوقود ومن دلوقتي بتاعتك وممكن تروح بيها المكان اللي انت عاوزه بس عامة لو قررت ان انت تكمل معانا هيبقى مرحب بيك جدا بس ماكس رفض وقال له انا هكمل في طريقي الوحدي وبييجي تاني يوم وتحركت المجموعة كلها وماكس فضل مستني لوحده لحد ما شاف بنته اللي ماتت وهي بتقوله انقذني فاخد بعضه على طول وحصل الجماعة بسرعة وقال له احنا لازم نرجع للقلعة مرة تانية لان ده المكان الوحيد اللي فيه حبوب وميان ضيفة وده احسن وقت نرجع فيه دلوقتي وقال كمان لفيريوزه انها لو ماشت في المكان ده زي ما كانت عاوزه مش هتلاقي اي حاجة غير مكان مش صالح للحياة زي باقي الاماكن وكمان بما ان نوكس كمقاتل فهيادر يساعدهم كتير في الحرب اللي هيدخلوها واخر حاجة قرروا انهم يرجعوا من نفس الطريق اللي جم منه ويحاصروا جوه وجيشه في المضيق ويحاولوا يفجروهم هناك وبعد شوية واحد من اللي مع الزعيم بيشوف شاحنة الحرب وساعتها الزعيم بيعرف انهم راجعين على القلعة لانهم عارفين ان القوة اللي هناك ضعيفة فكلهم راكبوا العربيات بسرعة وانطلقوا وراهم علشان يمنعوهم قبل ما يوصلوا وبعد شوية صغيرين بيوصل جيش الزعيم جوه لشاحنة ماكس وبيبدأوا الهجوم عليهم بقوة كبيرة جدا بس ماكس واللي معاه والجماعة اللي لسم قابلنهم قادروا انهم يخلصوا على كام واحد كده من رجالة الزعيم جوه بس المشكلة ان مطور من الاتنين اللي في الشاحنة بيتعطل والتاني كمقرب وكمان اتنين من جماعة في ريوزة قتله والمشكلة كمان انهم بدأوا يمسكوهم بالسلاسل من ظهر الشاحنة وكانوا خلاص مقربين يوقفوهم بس على طول ماكس اخذ المعاصل حديد وبدأ يفكوا كل السلاسل اللي موجودة في الشاحنة بتاعتهم بس المشكلة ان رجالة الزعيم جوه كان عددهم كبير جدا والمعركة بينهم كانت قوية وكمان قادروا يخلصوا على عدد كبير منهم من جماعة في ريوزة يعني وكمان سحبوا واحدة من زوجات الزعيم بالعافية واخدوها معاهم في العربية بتاعته وبسبب عددهم الكبير كانوا خلاص مقربين يتمكنوا منهم وقدروا كمان يجراحوا في ريوزة جرح قوي جدا وساعتها طلبت من نوكس ان يتولق قيادة وهي هتحاول تخلص على الزعيم وبالفعل قادرت توصل لعربيته ومسا كل اتنين في بعض وريكتس كمان اشتبك مع ماكس في قتال قوي جدا بس بعد شوية قادروا اخيرا انهم يتمكنوا من الزعيم وقتلوه وكمان ماكس اتمكن من ريكتس بمساعدة نوكس ووصلوا كلهم لعربية الزعيم وساعتها قرر نوكس انه يضحي بنفسه ووضع صحابه وقلب العربية بسرعة على باب المضيق ودمر كل رجالة الزعيم جوه وبعد شوية بيوصلوا للألعب بتاعتهم وماكس بينزل يشيل الغاطة من على الزعيم جوه الخالد وهو ميت وساعتها شعبه بالكامل هاجموا عليه وقطعوه حتت واخوه كوربوس لما شاف الوضع كده امر الرجالة انهم يسمحوا لهم يطلعوا واول ما طلعوا فتحوا الماء على طول على الناس الغلبانة اللي كان جوه بيزلهم عليها وبيمشي ماكس بعد مودع فيه ريوزة وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصلكم كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام